بسهر الخير عامليني يا رب اكونوا بخير توقع برج الصور اول اسبوع من شهر اكتوبر الفين تلاتة عشرين هبدأ بالجانب المهني بداية اسبوع شمسي ده اللي قريته بالظبط يعني والاخر الاسبوع ده المفروض هيكون رائع مهنيا لما ليه ببرج الصور الكلام ليك وليك ده غير انه هيكون فيه انجاز لكتير من مهام العمل وكمان ده هيكون سبب في نتائج جبية نهاية الاسبوع طول ما انت في الشغل وانت في الشغل انت اكيد حاسس بدورك ان انت ليك دور فعال دايما قيمة الانسان بشوفها في عمله يعني مش شرط العمل يعني الست مسلا او السيدة قيمتها بتبقى في البيت انها مسئولية البيت لو مش شرط بتشتغل كذلك الراجل الراجل كنته في العمل وفيه سيدات وبنات بتحب الشغل وبتشوف ان يقيمتها في ده وده انا بشوف ان العمل قيمة كبيرة جدا وبيهون علينا حاجات كتير غير كمان ان العمل كل ما كنا منضبطين فيه وفعلا بنشتغل بحب كل ما بنحقق انجازات ده حقيقي وكمان نجاح وما فيش احسن من فرحة النجاح خش بقى ربنا يوفقكم يديكم الحكمة ويقويكم ندخل بقى عالجانب العطفي هبدأ بالعزاب فيه فرص ارتباط اللي اسبوع ده ولكن عدم التفاهم هيكون سبب فيه ان الارتباط مش هيكمل انا شايفني دي مش حاجة وحشة تبان ان ما فيش تفاهم من الاول احسن ما يبان بعد كده بعد كده اللي هو بعد جواز او بعد الاتنين ما يكونوا الطرفين يتعلقوا ببعض جدا فيبان من الاول ان ما فيش تفاهم وكل واحد يفتح صفحة جديدة او يضع يشوف بعد كده الشخصية مناسبة لي ويفتح صفحة جديدة تانية افضل ما يخش في علاقة يكون ما فيش فيها تفاهم وتبقى غير مستقرة ومليانة نكد وكي يبقى ما ما فيش تفاهم الاتنين ما بيلتقوش مع بعض فيبقى فيه نكد كتير وخلافات كتير جدا فعلى ايه من البداية لو فعلا العقل قال كده لان العقل هو اللي يقول كده مش العاطفة ان ما فيش تفاهم يبقى بلاش الارتباط ده تكمله فيه وكل واحد يبدأ حياته من جديد افضل ربنا يبعت لكل شابه وشابه الشخصية المناسبة ندخل بقى المتزوجين والمرتبطين اسبوع متقلب يعني فيه خلافات ده غير كمان فيه اضطرابات واوضاع هتكون غير مريحة ياريت تقربوا من بعض وتتكلم يعني مش عيب ان انت تتكلمي مع المرتبطة بي او زوجك وتقليله ايه اللي مش مريحك في العلاقة يعني بمنطقة الصراحة والوضوح الوضوح من الحاجات اللي بتأثر حاجات كتير جدا وكمان بتقرب الطرفين لبعض والكلام الفطفضة بيقلل الاضطراب ده اذا ما نهاش على الاضطراب خالص فياريت تتكلمه مع بعض شوية لما يكون فيه حاجة مش مريحة في العلاقة انت مش عيب ان انت تقول لزوجتك انا او المرتبط بيها انا فيه كذا مش مريح فيه موضوع معين عايز اتكلم معك فيه مش مرتاح فيه مش عيب خالص دي بالعكس دي دي حاجة تقرب المسافات ربنا يهدي سر كل بيت ويكمل المرتبطين على خير خش بقى على الجانب العائلي تجمعات عائلية بنسبة ضعيفة خلال الاسبوع عائلات نقالي ببرج الصور المفروض انهم هيتجمعوا بنسبة ضعيفة الاسبوع ده يا رب كل عيلة هتتجمع على بهجة وسعادة وفرح ومحبة هدخل بقى على الجانب المالي استقرار مادي من بداية الاسبوع ولكن في بعض المصاريف هيكون لها تأثير زي ما مكتوب بالظلط هكون مؤثرة انا اتكلمت كتير في نقطة ان احنا على قد ما نقدر نوفر مصارفنا ياريت يعني مثلا مثلا الديليفري لو فيه ديليفري ياريت نقله هيفرق جدا ونعمل اكل في البيت فشوفوا الحاجات اللي ينفعت ويوفروا مصارفكو او تنظموا مصارفكو لانها هتفرق جدا ربنا يوسع من رزق الجميع هدخل بقى على اصحاب المشاريع ارباح متوسطة على مدار الاسبوع الاسبوع ده من الواضح ان هيكون فيه ارباح لمشاريع موليب برج الصور بالنسبة متوسطة ربنا يوفق اصحاب المشاريع ويزيد من ارباحهم اخر حاجة الجانب التعليمي بداية مبشرة بالتوفيق ده غير كمان فيه استعداد جاد لطلاب برج الصور من بداية الاسبوع وفيه نتائج كمان مرضية على نهاية الاسبوع عايز اقول للشباب والبنات ابتدوها جاد افضل بكتير من ان انتو تتأخروا كل ما بتتأخر كل ما الموضوع على حسابك يعني ان انت بتتأخر ده يعني انت كده بتأخر ان انت بتدي تاخد خلفية عن المواد انت كده لكنك لسه ما بدأتش دراسة لا طبعا ابدأ من بدري ابدأ كده وانت قدامك وقت هيكون افضل بكتير وعلى نهاية الاسبوع لو بدأت جد هتلاقي فعلا فيه نتيجة مرضية ان انت بتدي يبقى عندك خلفية عن المواد اللي انت داخل عليها دي اكيد نتيجة مرضية وانعرف البنات ان البنات شطرة ان شاء الله ان شاء الله نجاح لكل الطلبة دي كانت توقع برج الصور اول اسبوع من شهر اكتوبر 2023 عجبكم الكلام ده لا تنسونيش في اللايك لو انشترك او مشتركة يريد تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من الفيديوهات اللي بعملها لو انت او انت او انت اول ما ارشوفوني هسيب لكم لينك الفيديوهات خدوا فكرة عن فيديوهات القناة بتشكير اوليكو سلام اشتركوا في القناة